أطلق العنان لعدستك فقد بدأ الموسم الجديد إنها رسالة القائمين على جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي ها هي دبي تستعد لاحتضان الطبعة الرابعة الحياة ألوان وهذا قبل أيام قليلة عن إصدالي الستار حيال استقبال مشاركات المصورين الهوات والمحترفين فوزي بن جامع وتفاصيل أكثر عن المسابقة جائزة ولي عهد دبي وراعيها حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي رعاية من أعلى مستوى لتظاهرة شدت إليها الأنظار من كل حدب وصوب محطة لها بعد عالبي بطابع عربي فيها من الإبداع الكثير تحتضنها الإمارات العربية المتحدة إنها وقفة مع الصورة إلى الدورة الرابعة سيكون الموعد بعد أشهر قليلة محور الرئيس هذا العام استكشاف روعة الوجود والتبصر في ألوان الحياة الحياة ألوان ألوان نرها من أول يوم نبصر فيه نور الحياة والتفكر بمعاليها الزاخرة صنع المستقبل عنوان الموسم الماضي افتك جائزتها فنان صيني أبدع فتوج بصورة معبرة لأجيال المستقبل آلاف من المصورين الهوات والمحترفين شاركوا ولازالوا كمختلف محطات الجائزة باحثين عن مجد بلمسة فنية كما يبحث أهل الجائزة عن انتشار أوسع لها في جميع أنحاء العالم وفي هذا قد نجحوا بين المحور العام والأسود والأبيض إضافة إلى محور التصوير الليلي يأمل القائمون على الجائزة إلى مواصلة إبهار الجميع وإيصال رسالة مفادها وراء كل صورة حكاية وراء كل حكاية المعنى وهم الذين شاركوا طوال سنوات عديدة في عديد التظاهرات والمسابقات والفعاليات العالمية في مختلف بلدان العالم سعادة الأمين العام علي بن ثالث الأمين العام المساعد صحر الزارعي وكم هم كثر جنود خفاء لجائزة باتت اليوم حديث العام والخاص في جميع أنحاء العالم